السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته إلى فيديو جديد. استعجار سيارة مجانا ولكن في النهاية أنت مضطر تدفع عليه خمسين يولم. كيف يكثر؟ خليني نشوف في هذا الفيديو. هذا الموقع اسمه ستاركار. هذا الموقع تعطيك سيارات أو بيأجر سيارات بشكل عام. ولكن في عنده خيار إضافي أنه عنده بمعنى استعجار مجاني. ولكن حتى تكون بالصورة استعجار مجاني يعني مش كل شيء مجاني. اول شي انت بتروح من مكان محدد على مكان محدد بمعنى انت على سبيل المثال في كون تأخذ السيارة لبرلين فانت بدك تأخذها من نقطة لنقطة يعني هما بكونوا بدهم يبعثوا السيارة من مكان لمكان فانت عمليا بتكون انت هذا الشوفير هما بعطوك يعني تقريبا شيء عشرين ثلاثين كيلو زيادة في حال حبيت انك تتبهنك فيهم طيب خلينا نروح الساعة نسجل الدخول طبعا لازم نسجل الدخول مشان يطلق كل العرض او فيك انت تفوت لهن وبعدين نسجل الدخول بس على سبيل المثال انا رحت على كوستولوس ميتن او اجار مجاني في عندك هون بقول لك بس كون كوستولوس ميتن اكتر شيء معك اربعة وعشرين ساعة طبعا بس كون معك اكتر شيء اربعة وعشرين ساعة فانت مضطر انه شو يكون المكانات قريبة لانه اربعة وعشرين ساعة بجوز ما توصل لاش بعض المكانات البعيدة هون على سبيل المثال باخن بقول لك انه في عندهم سيارت فوكسفاغن غولف من الساعة من واحد سبعة لثلاث سبعة من الساعة ثمانية للساعة ثمانية طبعا هاي يعني الخيارات هاي مش صحيحة لانه محطي لكم بس يوم واحد باجرغيها بس لكنه معك انه مية وخمسين كيلو متر بدك تأخذها من اخن توديها على ليفركوزن طبعا هاي تسايتراوم بمعنى انه يعني في خلال هذول اليومين او خلينا ننزل شوي مثلا خلينا نروح على كول مثلا هون كول مثلا شو يقول لنا عندك اوبن مفانو من واحد سبعة ثلاث سبعة فيها ثلاثمائة كيلو متر طبعا انت بدك تشوف المكان بدك تسافر عليه لانه تروح من على ماير فبدك تشوف هاي ماير وين بعيدة اساسا عنك يعني اذا حطينا ماير اه روح وين خراض مش خلال صراحة نقوله بالكروم صار له كم فترة من انتزع وظلوا يقلب لي على هذا الكريه اه واقرب مابس وين صارت طيب خلينا نقفل سامرة ثانية فلو اسمها ايا ماين وليس مايران اني كتبت مايران طيب مابس ماين ماين هي كم كان اه هاي ماين طلعت انه هون شوف الكريه هذ خلنا نروح لفير فاكس احسن صراحة نقال نواضي زبرة صايد طيب نروح على ماين على جوجل ونفتحها هون بدك تشوف قديش المسافة بينك وبينها لانه ممكن يعني يكون معطيناك مسافة محددة شئلة يعني بحيث انه اصلا ثلاثمائة كيلو متر يعني ما يكفن كيش يعني بس بالعادة بعطوك المسافة المريحة يعني من مثلا ايرن فيلد يعني هنه ثمانتسعين كيلو بس ثمانتسعين كيلو بس ثمانتسعين كيلو بسيطات فمعنى القصد انه معك تقريبا شي مية وعشرين كيلو زيادة او حتى اكثر مية وعشرين كيلو ميتين كيلو زيادة يعني انك تمشي فيهم يعني في انك تتبهنك بالسيارة وبعدين توديها على ماين وبعدين ترجع بس المشكلة بتكون وين المشكلة بتواجهك بالرجعة لانه انت مضطر انك ترجع بدون سيارة لانه السيارة بصلت انت معات معك وسيلة مواصلات المهم خلينا نرجع الساعة على الموقع هاي الخيارات مثلا عندك طبعا مش بس عندك انك تستاجر الكافيه في عندك بي كافيه كمان يعني عفوا مش بي كافيه كمان بي عندك الكافيه بمعنى انه سيارات كبيرة فالقصد يا واحد بدي ينقل مثلا سيارة من مكان لمكان او بدي يقل غراظ بيته مثلا ومتناسبة مع هذا الموقع فممكن انه يستفيد صراحة كثير ويوفر على حاله اجار السيارة لانه مثل انتم شايفين هون يعني يعني تات ميت كيلو اه والمسافة كلها يعني ثمانة وتسعين كيلو طبعا مش حاطين العلوين التفصيلية بس اذا كبس ستون بحطيك العنوام التفصيلية بقول لك هذا المكان بدك تروح منه وهذا المكان اللي بدك تروح عليه فبتطلع لك المسافة بالزبط بس طبعا انت ما ضعرش اذا لازم توصلن خلال اوقات التوصيل او اوقات الفتح لانهم في معظم الناس يعني بوصلوا بعد تل في الساعة ستة ونصف يعني فمش معقول ان يكون مرتبطين فالمفروض ان يكون في مكان تحط فيه المفتاح هناك صراحة يعني جربت هذا الموقع يعني ادعب احكيكم بالان عبا تجربتي يعني صراحة بس مش كثير عجبني لانه خلين نروح لعمل لقل او ما فيش داعي نعمل لقل لانه اساسا ما فيش شي مهم يعني صراحة اه فينا نعطيه ميت ستاتسيون نعطيه مثلا المكان اللي احنا فيه نقل له ميت انفاق مثلا اه احنا ساعة واحد سبعة خليني ثلاثة سبعة مثلا طيب ميت انده مثلا باربعة سبعة اي داشة خمسة واربين طيب المسافة اللي بنمشيها مثلا خلينقول بنمشي ثلاثمئة كيلو متر نعطيه هيكي بحث لنا طيب هاي القصد انه هو الموقع بيجرق سيارات يعني مش بس انه بعطيك سيارات مجانية فعنده عروض هاي العروض بس صراحة اكثر موقع مبسط مع اه من ناحية التأجير هو موقع سيكس انا صراحة نعطاني او السيارة يعني الكبيرة اعطانيها تقريبا محدود لسمساعة عشرين يورو يعني القصد انه مبلغ زهيد جدا اه سبب مثال هسا اي دا بدنا نستأجر هون اه شو مبلور اه خاني نحق طيب شوف هون عندك ابتداء من ستة وثلاثين ابتداء من ستة وثلاثين ابتداء من ستة واربعين القصد انه هو اسعار رخيصة جدا هاي بالنسبة لشو بس انحنا قدت صراحة ان هون على التراس فانت هون يعني حتى تكون مقارنة صحيحة المفروض نروح ندور على التراس بورتر هون فنروح ندور على التراس بورتر ويشوف قديش بعطينا اسعار هون شوف يعني كل اية اسعارها مئة وسبعتاش مئة وثلاثين يعني ما فيش اشي تحت الخمسين يورو بينما سيكست معطينا مواقع او يعني سيارات باقل من هيك سعر يعني عندك ستة وثلاثين يعني ستة وثلاثين رخيصة جدا يعني مقارنة بهذا الموقع المهم عندي عبر بحكي لكم تجربة ليش لانه من الموقع كاتبين انه شو اجار مجاني قوستل لسمية او انه شو بتفهمينها انه اجار ببلاش يعني انت حتى لو ما استجرت السيارة ما عليك اش اشي بس اللي صار اني استجرت السيارة وما رحتش على المواد صراحة انت صر على موت انه ما عادش اقدر اجي اخذي السيارة كلوولي مااشي مش مشكلة اي ثاني يوم انه مودت بي فاتوره الاساسد فاتورة مودت بياه خمسين يور يعني الاجار استجرته وما اركب التاش كلفتني خمسين يورو. صراحة اني اتكاسلت اني اروح اوديها لانه كان مفروض اني اوخذها من المكان اوديها مكان. يعني انت فيك تقول انه صار عندك وظيفة يعني. او عندك عمل انه لازم تسويه. يعني اذا ما سويتوش في اه فيها مسئولية خلينا نقول. او فيها يعني اللبقة. راح تلبك لهم تلبك حالة. فالمفروض اذا استأجرت فلازم تأخذها يعني. لا تفكرش انك تستأجر وش تلغي. لانه بيجيك خمسين يورو فاتورة. المفروض انه اني اوصلها بدون ما يكون علي اه ايشي. طبعا البنزين المفروض يكون عليهم هيك بتوقع يعني. بس ما بعرف عادة لما يحسوها عليك ما بعرفش صراحة. لاني انا قلت لكم اني تجربتي مش كاملة. اني جربت بس استجرت السيارة. واتصلت عليهم. ولغيت الموعد. قلت لهم الموعد ثاني يوم انهم بعثي لي الاسازة. فاتورة بخمسين يورو. فعشان هيك صراحة الموقع يعني مش كثير ما نصح فيه. الا اذا انت يعني حاب تتبهنك. وتطلع من مكان لمكان هيك. وتروح هناك تفتل. طبعا بالاضافة الى ان اشتريت اني عساس شو. اشتريت تيكت تسعة واربعين مشان ارجع فيها. اتورضت كمان تسعة واربعين. يعني قصد ان هذا الفيديو الحال وكلفني مئة يورو. عمل فاضي هيك بدون قبل ما اسجنه. لاني قد بدي نواة اسجل الفيديو طويل يعني عساس. طيب. اه فا ارازحكم انكم استجر السيارة تروح على هذا الموقع. الموقع اللي اسمه سيكست. وليس موقع اسمه ستاركار. لانه ستاركار اخر شي يعني رح تتورطه بشي شغلة محددة. قبل ما اقلت بدينا مقاولة. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة. اشتركوا في القناة.